إذن أعزائي المشاهدين ننتقل الآن إلى التكنولوجيا لنتعرف على أحدث ما أطلقته شركة ديل للكمبيوترات حيث كشفت النقاب عن مجموعة حديثة من الكمبيوترات المخصصة للأفراد والشركات التي تعتمد على مزايا نظام التشغيل الأحدث من نوعه ويندوز 8 دعونا نتابع التقرير التالي عن كمبيوتر أو الحاسوب من شركة ديل حضر العديد من الضيوف والإعلاميين المؤتمر الصحفي الذي عقدته شركة ديل يوم الخميس الماضي الموافق للعشرين من ديسمبر بفندق بولمان دوباي لكشف النقاب عن مجموعتها الجديدة من الكمبيوترات المخصصة للأفراد والشركات والتي تعتمد على مزايا نظام التشغيل الأحدث ويندوز 8 نحن اليوم موجودين هنا لأطلاق مجموعة أجهزة جديدة من شركة ديل سبورت باي التكنولوجيا تبع انتل بانتل نحن بدأنا من السنة الماضية بتطوير ما يسمى سيجمت جديدة أو كاتجوري جديدة بموضوع البي سي باعتبار أن البي سي صار لازم يتطور صار لازم يكون عنده أكتر اكسايتمنت السنة الماضية نحن بدأناها بالألتربوك ألتربوك كان طبعا هو الجهاز اللي هو فائق الرقاقة وفائق السرعة وعنده مميزات إضافية للمستثمر على آخر السنة 2012 بدأت هايب جديدة بهي التوتش سكرين التابلت بدأ يكبر عملنا تطوير جديد للبيجن تبع الكمبيوتر بإطلاق هاي المجموعة الجديدة مع ذا اللي هي بتعمل سبورت لحتى تكون أجهزة كمبيوتر فيها خاصية التوتش اللي هي لمس الشاشة أجهزة جديدة اللي هو ألتربوك اللي احنا نسميه الألتربوك كومفيرتبل كومفيرتبل طبعا هو جهاز انه ممكن يكون تابلت ممكن يكون كومبيوتر الشاشة ممكن تقلب مشان هيك نسميها كومفيرتبل بتصير تابلت وقت بدك يكون تابلت وبتصير كومبيوتر عادي بفل أوبشنز طبعا أوبريتنج سيستمز بيعطي الإمكانيات الكاملة للمستثمر ويمثل الجيل الجديد للكمبيوترات من شركة دل أحدثت تقنيات في عالم الحوسبة لما تتمتع به من تصاميم مبتكرة تعزز الاستفادة من تقنية اللمس كما تقدم مزايا متقدمة في الحماية وقابلية الإدارة لا سيما عبر كومبيوتر 12XPS القابل للطاي والاستخدام كجهاز لوحي وكمبيوتر يقوم بكافة الوظائف ويساعد على توفير الوقت مما يتيح للمستخدمين مواكبة العالم الرقمي الجديد الذي يتطلب البقاء على اتصال في أي زمان ومن أي مكان إذا تلاحظي الحماس بالنسبة لجهاز الكمبيوتر الشخصي بدأ يقل وصارت المستخدمين يتوجهوا أكتر لأجهزة جديدة طبعا اليوم إذا تنزل على السوق في كتير أجهزة أجهزة من سمارتفونز من تابلت من كومبيوترات بأشكال متعددة لحنا حتى نحافظ على درجة الحماس بالنسبة للمستهلك بالنسبة للكمبيوتر ونعطيه بنفس الوقت أكتر الخدمات بأحدث التكنولوجيا قررنا أنه نعمل توجه جديد بإطلاق هال مجموعة من الأجهزة اللي هي مثل ما قدت لك الكونفيرتبل الكونفيرتبل ممكن تكون ألتربوك وممكن ما تكون ألتربوك بس في مجموعة من المستخدمين اللي هنه نبدن كيف نقولها The Elite The Top of the Technologies مع Top of the Fashion Style هدول بيحبوا أن يروحوا يأخذوا هيدا الألتربوك المساج كتير بسيطة مع الألتربوك الانه هو تابلت وقت ما بدك ياه هو كومبيوتر وقت بتحتاجه يعني عندك جهازين بجهاز واحد We're very excited today we're here to launch our XPS12 A beautiful device whereby we have effectively two devices in one So as you can see here this is a fully powered laptop And then you flick the screen ثم هناك طبيعة لديك العجور. هذا ليس بطريقة آلة من قسم الهجوم مختلفة تنظر من الخلال فهي إمكاني تجربة ويصنع بخلق ثروع الولوجات العمل على انظر الإجتماعي وأنه شماً لديك إن يخلصًا لعنها كثير من حذرة ومن تجربة للحماية وكثير من الأمور إذن تمثل هذه الحواسيب أو الكمبيوترات الجديدة الجيل التالي في عالم الحوسبة وذلك لتمتعها بتصاميم مبتكرة تعزز الاستفادة من قدرات اللمس الفائقة للنظام ويندوز 8 بما يجعلها متاحة أمام شريحة أكبر من المستخدمين لسيما عبر كمبيوتر 12XPS القابل الطي والاستخدام كجهاز لوحي وكمبيوتري اثنين في واحد الأهم منها تمثل فكرة هدية للي بعد ما جيب هدية لكريسمس هكي فكرة بين الأفكار اللي حابب يعني يقدم هدية معتبرة ولأنها تتيح استبدال الأجهزة المختلفة هالكمبيوتر يعني بكمبيوتر واحد يقوم بكافة الوظائف وذلك بفضل مرونتها وقبيلياتها للطي والاستخدام كأجهزة لوحية مما يساعد على توفير الوقت وتعزيز الانتاجية هذي كل الأمور تشجعنوا الواحد جباه دية شفتوا جميل تشجعنوا الواحد شامبو وما لنسلسل مع بعض إذن حلو دوزمنا سأعزي المشاهدين لتوقف مع فاصل ثم نعود موسيقى موسيقى موسيقى